استفاقت ألمانيا على هول الصدمة التي تركتها مسيرات منظمة بيجيدا التي تقول إن الإسلام يهدد أوروبا عنوين الصحف كلها خصصت لهذه المسيرات التي عرفتها المدن الألمانية صحيفة بيلد الواسعة الانتشار كتبت في عنوان عريض لا لبيجيدا فحوى العنوان تبناه خمسون من أبرز الشخصيات الألمانية التي دعت إلى وقف حملة معادات الأجانب كاتدرائية مدينة كولون تطفئ الأضواء للتعبير عن رفض أفكار بيجيدا كان هذا تعبيرا عن رفض المؤسسة الدينية لهذه الأفكار لكن الإقبال الكبير على مسيرات هذه المنظمة وخاصة في دريسدن شرق البلاد يثير كثيرا من التساؤلات حول التوجه العام في المجتمع الألماني بعض استطلاعات الرأي تشير إلى أن 30% من الألمان يعتقدون أن الإسلام أصبح له تأثير كبير في المجتمع الألماني وأن هذه المسيرات مبررة أما قادة تنظيم بيجيدا فيتبنون لغة الضحية أعتقد أننا نرى اليوم القمع السياسي يعود إلى ألمانيا إننا نهاجم وننعت بالعنصريين والنازيين من قبل الأحزاب والصحافة لأننا ننتقد غياب سياسة اللجوء وغياب سياسة للتعامل مع الهجرة أوقفوا أسلمة أوروبا هذا شعار مكتوب بخط واضح وهو يلخص سياسة هذه المنظمة التي تقول إن هدفها هو الحفاظ على القيم المسيحية اليهودية للمجتمع الأوروبي كل المسيرات التي نظمتها بيجيدا وجهت بمسيرات معارضة أغلب المسيرات المعارضة كانت أكبر من مسيرات بيجيدا في مدن غرب ألمانيا فاق عدد المعارضين عدد أنصار بيجيدا بعشرات المرات لكن هذا لا يعني أن قدرتها على التعبئة ضعيفة فقد بدأت بمسيرات شارك فيها العشرات قبل ثلاثة أشهر أما آخر مسيرة لها في دريسدن فشارك فيها ثمانية عشر ألف شخص دعت إلى وقف حملة معادات الأجانب كاتدرائية مدينة كولون تطفئ الأضواء للتعبير عن رفض أفكار بيجيدا كان هذا تعبيرا عن رفض المؤسسة الدينية لهذه الأفكار لكن الإقبال الكبير على مسيرات هذه المنظمة وخاصة في دريسدن شرق البلاد يثير كثيرا من التساؤلات حول التوجه العام في المجتمع الألماني بعض استطلاعات الرأي تشير إلى أن 30% من الألمان يعتقدون أن الإسلام أصبح له تأثير كبير في المجتمع الألماني وأن هذه المسيرات مبررة أما قادة تنظيم بيجيدا فيتبنون لغة الضحية أعتقد أننا نرى اليوم القمع السياسي يعود إلى ألمانيا إننا نهاجم وننعت بالعنصريين والنازيين من قبل الأحزاب والصحافة لأننا ننتقد غياب سياسة اللجوء وغياب سياسة للتعامل مع الهجرة أوقف أسلمة أوروبا هذا شعار مكتوب بخط واضح وهو يلخص سياسة هذه المنظمة التي تقول إن هدفها هو الحفاظ على القيم المسيحية اليهودية للمجتمع الأوروبي كل المسيرات التي نظمتها بيجيدا وجهت بمسيرات معارضة أغلب المسيرات المعارضة كانت أكبر من مسيرات بيجيدا في مدن غرب ألمانيا فاق عدد المعارضين عدد أنصار بيجيدا بعشرات المرات لكن هذا لا يعني أن قدرتها على التعبئة ضعيفة فقد بدأت بمسيرات شارك فيها العشرات قبل ثلاثة